أعلنت سلطات الجزائرية أن مناطق شاسعة بأقصى الجنوب الشرقي هي ولايات منكوبة وبؤرة وباء وذلك إثر تفشي المالاريا والدفتيريا وسط السكان وقالت مصادر طبية محلية أن الأضرار التي لحقت بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في الأيام الأخيرة بعد الفيضانات التي اشتاحت المنطقة كانت سببا في انتشار أوبئة وجدير بالذكر أن هذه المناطق تواجه الدفتيريا والمالاريا منذ الخامس والعشرين من شتنبر وأبرز سكانها أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على هذه المناطق الصحراوية الأسبوع الماضية تسببت في اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي ما أدى إلى مئات الإصابات حسبهم ما تسبب في موت عدد من المصابين بسبب عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة موسيقى موسيقى موسيقى